السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة رسم الرمب او المنحضرات في برنامج الريبت. هنعمل الكلام ده من خلال مجموعة خطوات لازم تعرفها كويس وتفهمها من خلال المحاضرة في وراء وقلاء متكتبع. طيب هنبتدي ازاي? هنفترض ان احنا عندينا بلاطين بلاطة في الدور الارضي بلاطة في الدور الاول. وانا عايز اوصل لمنسوب الدور الاول العلوي من خلال رمب. هعمل الكلام ده ازاي? هاروح لاركدتشار. ثم في شريط الريبون هلاقي في مجموعة من الايقونات في ايقونة مكتوب جنبها رمب. هضغط عليها. هيتفتح لي الخصائص بتاعة الرمب. اهم حاجة في هذه الخصائص اللي قدامي ان انا ازبط المنسوب اللي هابدأ منه. وفي الحالة بتاعة المشروع بتاعنا ده آآ ليفل وان. وازبط الطوب ليفل المنسوب اللي هو ليفل تو. تاني خطوة هعملها ان انا هضغط على ايدي طايب. هضغط على ايدي طايب. هنزل تحت جده في ديمينشنز. هلاقي في خيارين. خيار مكتوب عليه ماكسوم لينس. وخيار رمب ماكسما سلوب. ماكسوم لينس ده هجيبه منين? دي المسافة ما بين الفلور بتاعة ليفل وان. والفلور بتاعة الدور الارضي. المسافة بينهم اشوفها كام واكتبها هنا. انا عندي عشرة متر. والخيار الثاني اللي هو رمب ماكسما ماكس سلوب. القيمة دي هجيبها منين? هشوف ارتفاع الدور عندي كام? وهقسمه على المسافة ما بين التو فلورز. انا عندي المسافة بين التو فلورز عشرة متر. على ارتفاع الدور. هيكون عندي تلاتة متر. هقسمهم على بعض. هيديني قيمة. هكتبها هنا. انا عندي عشرة متر على التلاتة. هديني تلاتة. بويد تلات تلاتة. خلصت اضغط اوكي. كده انا زبطت اخر حاجة ودي المهمة جدا. ثم بعد ذلك هبتدي ارسم الرمب. هلاقي خياري. خيار مكتوب جنبه باوندري. وخيار ريزر. جنب علامة الصحة جدا. هدغط على باوندري. وابتدي من خلال باوندري دي. ارسم حدود الرمب بتاعي. بهذه الطريقة. ادي خط الحد الاول. وادي الحد. ادي الحد التاني. هدغط على ريزر. واقفل الشكل بتاعي. اخد من الحد الاول للحد التاني. في البداية والنهاية فقط. الحد الاول والحد التاني. بهذه الطريقة. كده انا خلصت الرمب. بعد كده هدغط على علامة الصحة. بهذه الطريقة. كده الرمب بتاعي ترسم بطريقة صحيحة. لو راحنا نشوفه في السري دي. هلاقيه يترسم بطريقة مظبوطة. ما بين ليفل وان وليفل تو. بطريقة مظبوطة. لو حبينا نشوف الكلام ده في وجهة. هلاقي ان الشغل بتاعنا بهذه الطريقة. الرمب يواصل معي مظبوط جدا. تمام. طيب مش مهندس لو انا حبيت. بدل ما الرمب يبقى بلاطة بهذا الشكل. اخل الكلام ده عشان يبقى معنا. بلاطة بهذا الشكل. لا انا عايزه اقفل الرمب ده للدور الارضي. ينفع? اه ينفع. هعمل الكلام ده ازاي? هختار البلاطة. ثم هضغط على ايدي الطيب. هيتفتح لي الخصائص بتاعة الرمب. هلاقي في الاول خالص كده. في خيار مكتوب جنبه. لو ضغطت عليه. هيكون حاليا البلاطة عندنا سك. هخليها وهضغط اوكي. هيتحول معي الرمب يعني ان يتقفل للدور الارضي بهذه الطريقة. تمام. طيب مش مهندس. لو حبيت اغير شكل الريلنج. اعمل الكلام ده ازاي? هضغط على الريلنج. اختار الريلنج بهذه الطريقة. ثم هيتفتح لي انواع الريلنج. هضغط عليها كده. هتفتح لانواع الريلنج. اختار الشكل اللي يعجبني. والي يكون الشكل اللي هو ايه? بايد ده تسعمية. هلاحظ ان الرمب شكله اتغير معي. وهكذا الريلنج التانية. يعني رحنا للسري دي. ادي اللي احنا غيرناها. ودي اللي لسه موجودة الجديمة. هختارها برضو وغيرها. لو حبيت. فهذه الطريقة. تمامة بش مهندس. طيب مش مهندس. لو حبيت ان انا امسح الريلنج ينفع اي ينفع. اختار الريلنج. اناسف. نختارها. ثم اضغط delete. اختار الريلنج التاني. واضغط delete. لو انت مش عايز بتاعك. هنرجع تاني لليبل وان. يبقى زي ما قلنا. دي كده طريقة رسم الرمب. طريقة سهلة جدا. هم حاجة. الحاجتين المهمين لازم تكون عارفهم كويس. ان انت لما نختار كده الريلنج. نخش على ايد الطائب. نهتم بالاعدادين. اللي في الاسفل خالص. ان احنا اول حاجة. المنسوب اللي هنبدأ منه. المنسوب اللي هنتها عنده. دي اول خطوة. الخطوة التانية. الخيارين دون. اللي هو الماكسيمم. دي اعرف قيمتها. ودي هجيبها من المسافة بين البلطين. والرمب ماكسيمم او ماكسيمم سلوب. اللي هي دي هجيبها من قسمة طول الرمب على ارتفاع الدور. هيديني قيمة. ابتدي اكتباه هنا. زبطت الاعدادينه الكويس. الرمب هيترسم معي بطريقة صحيحة. اخر حاجة حابب اتكلم عليها او قبل ما اتكلم على اخر حاجة. قلنا ده هو حبينا نخلي الرمب بلاطة من هنا. هنختار ونضغط ابلاي. اوكي. هيتحول معنا البلاطة. اخر حاجة حابب اتكلم عليها ان انت لو حبيت تغير بتاعة الرمب هتلاقي في خيار مكتوب جنبه الماتيريالز اند فانش رمب ماتيريالز باي كاتوري. ايه حاليا واخد الكاتوري بتاعة الرمب. لو حبيت اغيرها هغيرها من هنا. هضغط على علامة دي هيتفتح ليه. صفحة الماتيريال بهذه الطريقة. ابتدي عادي جدا. اخش على الابيرانز. او الجرافيكس. او يعني. ابتدي من هنا اغير خليها ولكن من هنا كده. وابتدي اضغط اوكي. كده انا غيرت الماتيريالز بتاعة الرمب. اضغط ابلاي اوكي. لو رحنا للسري دي هنشوف الشغل بتاعنا. هلاقي ان الرمب بتاعنا بهذه الطريقة. دي كده. لو رجعنا تاني. لليفل وان. واخدنا قطاع في هذا الرمب بتاعنا. ودخلنا على القطاع ده. هنلاقي بهذه الطريقة. هنخليه بهذه الطريقة. هنخليه بهذه الطريقة. لو ضغطنا عليه. وضغطنا على ايدة طيب. ثم لو حبينا نخلي نكبر او نصغر سمك الرمب بتاعنا. لو في حالة ان احنا اقترناها سك. نقدر من خلال خيار مكتوب جامبو سيكنس. مكتوب خمستاشر سنتي. حاليا سمك الرمب ده خمستاشر سنتي. لو حبينا نغير فيه نغير في هذه القيمة. ولكن هنخليها تلاتين سنتي. لو حبينا. ثم نضغط ابلاي. هيبتدي الرمب سمكه يكبر معنا. هنرجحها تاني خمستاشر سنتي. نضغط ابلاي. اوكي. هنرجع تاني لليبل وان. دي كده كل الاعدادات اللي احنا ممكن تتعرض لها في رسم الرمب. اتمنى يا رب ان انا اكون قدرت اوصل لك المعلومة بطريقة بسيطة. وقدرت اوصل لك كل الاعدادات اللي ممكن تعملها او تتعرض لها في رسم الرمب. الى اشكركم. الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.